بسم الله الرحمن الرحيم أبنائي وبناتي طلبة وطالباتي السنوية العامة أهلا بيكم إن شاء الله النهاردة الحلقة الأخيرة في المنهج بتاع الديناميكس ومنهج الماث ككل بحيث يبتدي الحلقات اللي جاية بإذن الله ريفيجان على لكل التعب اللي احنا خدناه طول السنة نبتدي نلمه مع بعض ومراجعات مع بعض علشان نوصل بأمان بإذن الله تعالى فالنهاردة الحلقة الأخيرة والحلقة الأخيرة اللي قبل رمضان بحيث كل سنة وانتوا طيبين إن شاء الله الحلقات اللي جاية تكون في رمضان كده هيبقى طبعا الموعيد حيتغير معادها لكن حنبلغكم إن شاء الله وقتها بالموعيد النهاردة بإذن الله حنبتدي نستكمل شابتر فور اللي احنا ابتديناه الحلقة اللي فاتت احنا قلنا شابتر فور تلات حاجات Work Power Energy احنا اتكلمنا عن الwork الحلقة اللي فاتت النهاردة بإذن الله حنتكلم عن energy وكمان power وبعد ما نخلصهم الهدية اللي بدها لكم كل حلقة في نهاية كل منهج اللي هي rules كلها بتاعت المنهج كله في نهاية الحلقة بإذن الله تعالى أقولها لكم أولا لما بتكلم على energy انتوا عارفين energy لما تيجي بترجمها بالعربي بتقول طاقة يعني ايه طاقة ساعات بالكلام البلدي اللي احنا متعودين عليه نقول مثلا الطفل ده عنده طاقة زي ده يعني طاقة بيحب يتحرك بيحب يتنطط فبنقول يبقى عنده طاقة حركة طاقة تنطيط كده الوقت جواه رغبا ان يتنطط جواه رغبا ان يتحرك فبنقول جواه طاقة جواه energy ساعات واحد بيحب يتكلم كتير نقول ده جواه energy طاقة كلام عنده ability بيحب الكلام الكتير فيبقى ده طول ما انت بصصلو طول ما هو ماسك نفسه لكن اول ما تدور وشك عنه طليب يتكلم فنقول ده عنده طاقة كلام فده النوع من ال energy فيه واحد تاني عنده طاقة اكل على طول بياكل ماسك ساندوتش اول ما تدور هو انت بصصله فهو ماسك نفسه دور وشك عنه طليب طلع ساندوتش وقعد بدأ ياكل فبنقول عنده طاقة اكل فاحنا بنقول ال energy هي عبارة عن ايه من الحدوت اللي انا بقولها دي ايوة واحد جواه رغبة ان يعمل عمل ما ده بنسميها انرجي يبقى لما بتكلم على الانرجي بنقول ability to do work دي المعنى او الميننج اللي هو scientific meaning لكلمة انرجي يبقى لما بقولك انرجي تقول ability to do work طيب احنا الانرجي انواع كتير زي ما كنت بحكيلكم البلد كده ان فيه طاقة كلام طاقة اكلة طاقة حركة اي طاقة فيه عندنا heat energy فيه sound energy فيه mechanical energy فيه chemical energy فيه energy انواع كتير احنا النوعين المشهورين اللي انتو اخدتوهم زمان وانتو اطفال ال kinetic energy potential energy هما هما اللي حنقولهم بس بطريقة جميلة طريقة mathematical فاحنا حنستمتع ان شاء الله عبعض بال kinetic energy بال potential energy بالpower بحيث يبقى ختامها مسك ان شاء الله تعالى يلا يا جميل يلا بنا بصه بقى انا كاتب لك اهو chapter 4 energy and power ده موضوعنا النهاردة الحلقة الاخيرة باذن الله قلنا الانيرجي لما حد يسألك الانيرجي الديفنيشن بتاعها تقوله ability to do work يعني الانيرجي هي work can be done يعني لما حد يقولك الانيرجي تقول هو work اصلا بس ability to do work يعني work can be done اذا الانيرجي والwork حتى لما نيجي نتكلم في units هيبقى نفس اليونت بتاعة الwork هو الانيرجي طيب انا هتكلم دلوقتي عن kinetic energy تعال كده معايا واحدة واحدة علشان انا عارف ان انا لما اقولك قول يعني بصوا لي هنا انا لما اقول لحد فيكو قولي الkinetic energy هتقول انا حافظها اقول له قولها يقول له half mv square اقول له bravo طب جبتها منين ليه الkinetic energy half mv square ده الرول اللي انت حافظه جبناها منين ده اللي انا حقوله لك عشان كده الماث جميل جدا ان اي حاجة بتاخدها عارف الاصل بتاعها واستنتجناها منين يلا مع بعض يلا يا جميل يبقى انا لما باتكلم على الkinetic energy ده معناها ان ده work ده kinetic يعني حركة في motion فيبقى انا حقول عربية بتتحرك العربية بادية من v note راحة اللي وصلت v مشت مسافة s طيب لو كانت احنا عارفين الرول ده طبعا v square equal v note square plus 2 a s لو v note 0 يبقى حتطلع v square equal to a s هتلي ال ال وحدها يبقى حتطلع v square over 2 s خليه بقى دي معلومة ما فيش اختلاف عليها جميل طب يلا نجيب ال work done من هنا ال هنا ال work done هتقول لي ال work عبارة عن مين f time s طيب ال f دي اللي هي مين m a time s جميل قوي ال m زي ما هي وال s زي ما هي اهو ال m وال s شيل ال a واكتب اللي انت استان تكتبه من فوق هنا v square over او half v square over s شيل ال s مع ال s بس قولي الباقي كده يا جميل half m v square هو ده الرول اللي انتو حفظينه يبقى انا لما اقول half m v square ده الرول بتاع الكينيتك انرجي فاحنا لما حد يقول لي كينيتك انرجي حرموز له بالرمز t capital كده او tau او ده ده اللي هو رمز الكينيتك انرجي يبقى لما حد يقول لي مين الكينيتك انرجي نقول له work can be done due to motion يبقى نتيجة الموشن في work حصل والwork ده نتيجة الحركة العربية مندفعة حتى لو المطور بطل حتندفع اكتر يبقى هو يبقى لما حد يقول ايه الكينيتك انرجي تقول له half m v square جه القانون منين من قانون الwork عادي جميل قوي طب يجي واحد يقول لي انت استنتقت الرول ده عشان اعتبرت v not b zero او له اه طب لو ما اعتبرناش v not b zero نقول له يلا بينا نشوف v square equal v not square plus 2 a s ودي v not الناحية التانية هتبقى v square minus v not square equal 2 a s حلوة اوي طب يلا نجيب ال l وحدها زي ما عملنا هنا يبقى حنقسم على 2 s هنا و 2 s هنا يبقى تطلع ال a equal half v square over s half v square over s اسمت على 2 s هنا وهنا يلا نقول الwork هتقول لي f time s ال f اللي هي m a time s سيب ال m و سيب ال s هم شيل ال a و اكتب كل ده هاخد بقى هنا s دي هعملها multiply الاولى multiply التانية وال m كمان فتلاقي s تروح مع ال s تروح مع ال s اعمل multiply هنا هتطلع half mv square minus half mv not square half mv square دي اسمها t half mv not square t not equal work يبقى t minus t not equal work من اخطر القوانين اللي في المنهج بتاعنا يا ولاد القانون ده بنسميه principle of work and energy يبقى لما حد يقول لك principle of work and energy t minus t not equal work ده كل ما يتعلق عن kinetic energy ندخل بقى في potential energy يعني ايه potential energy ترجمها بالعربي يقول لك energy يعني طاقة قلنا potential يعني موضع او مكان طاقة وضع او طاقة نتيجة وجودها في موضع ما يعني ايه شايف الرسومات اللي انا رسمها دي يا ابني لما اقول لك دي سستة انت شديت السستة ده بصيلي بقى هنا انا لما اقول انا معايا استك والاستك ده شديته لو انت سألت الاستك انت stable بقى لأ بقى انت انت ارجع تاني هنا يبقى نتيجة الوورك البادي كان هنا انا لما حركته كده يبقى انا في وورك دا البوتينشال انرجي تقول له نيجاتيف الوورك طب كويس طب تعال نقولها بقى انجنرال انا خدت ده رفعتها الفوق يبقى فيه وورك دان يبقى البوتينشال انرجي عكس الوورك طب هو الوورك دان من هنا الهنا من الحلقة اللي فاتت قلنا الوورك F طايم S مين الفورس M جي بس ده عكس الموشن يبقى M جي في الغ ato يبقى الوorerك يبقى البض حينزل تاني يبقى نيجاتيف نيجاتيف يبقى م جي اتش ما فيش غير كده يبقى ا Venice ال EPA اما اقول had ه لان هي اanno و lively شوف بقى كده ربقى اول ما قول potential energy هتقول لي negative work او mgh طب سؤال يا ولاد تخيل انا رفعت ده لفوق كده هي جوها ability انها تنزل تنزل فين هتقولي تنزل على السيرفس وفي earth طب لو انا عملت حفرة كده يبقى هي عايزة تنزل على السيرفس ولا تنزل جوه الحفرة عايزة تنزل جوه الحفرة طب لو عملت عمق للبير كده او حفرة عميقة عايزة تنزل اكتر يبقى الbody ده لو انا جيت قلت لك تخيل الكرة الارضية كده وفي body رفعته عايز ينزل ينزل لغاية فين لو انت تخيل كده او بص كده على الاسكرين عشان هنشارح الكلام ده تفصيلا بص يا جميل ادي الكرة الارضية هي لو جيت قلت الواحد فيكو الbody ده هو لو انا سبته عايز لو سبته هنا هينزل جوه ده خرمة وتخيل ان انا حفرت الارض كده من فوق لتحت والbody ده سبته هو حينزل ينزل 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 عايز يروح فين عايز يروح في السنتر ولكن وهو نازل لغاية هنا حيندفع ينزل لتحت طب لما يندفع ينزل لتحت لا ده هو عايز يرجع تاني هتلاقي دي نازل لغاية ما ينزل هنا وبعدين يرجع يروح رايح جاي رايح جاي هو عايز يستقر هنا يبقى نتيجة وجوده هنا جوه انرجي عايز ينزل بس وهو نازل بيندفع زي ايه يا اولاد بص لي كده انا لما امسك ده بندرام اهو لو شدد ده كده هو عايز ينزل يوقف هنا طب بص كده حسيبه ينزل وهو نازل حيندفع هو اصلا نازل عشان لو انت سألته انت نازل راح فين حقولك نازل عشان ابقى ستيبل في الميدل كده ولكن نزوله بيندفع يروح الناحية التانية حيوصل للناحية التانية حينزل تاني عشان يوقف هنا حيندفع يروح كده يفضل رايح جاي رايح جاي لغاية ما يوقف في النص يبقى يستقر هنا يبقى لما قولك potential energy يبقى هو work كان بيضم ده باختصار اللي انا قلته ده وحتقول حاجة من اتنين يا اما negative work يا اما حتقول potential energy mgh يلا بقى علشان نخش بقى في الموضوع يبقى potential energy negative work او potential energy mgh نفس اللي انا قلته في المرة الاولى بتاعت الكينيتك energy احنا خدنا تي مينس تي نوت equal work هنا بقى نقول العكس بي مينس بي نوت equal negative work طب تي مينس تي نوت equal work بي مينس بي نوت equal negative work لو عملت adding ده هتروح مع ده حيطلع الاجابة ودي الحاجات اللي بالنيجاتي بالناحية التانية حيطلع قانون مهم جدا بي بلاس تي equal p نوت بلاس تي نوت sum of kinetic plus potential equal sum of kinetic plus potential بشرط القانون ده صحيح دائما بشرط انه يبقى smooth no resistance ودي بنسميها conservation of energy low of conservation of energy طب لو الbody rough لا ده يبقى حاجة تانية يبقى دي هنقولك عليها لو كان body rough يبقى معناها ال kinetic plus potential ما يسويش ال kinetic plus potential هتوبقى حاجة تانية هقولك عليها في نهاية الحلقة وإحنا بنتحكي مع بعض طيب نقول بالراحة بقى تانية أولاد بصوا لي كده أنا لما جاقول اه دي body موجود هنا body موجود هنا ونازل وهو نازل كده البody لما ينزل للأرض كده وهو موجود هنا في potential energy دي maximum في kinetic energy ده p note maximum t note بzero لأنه كان at rest لما البody يوصل لهنا هيبقى ال height L طيب يبقى ال potential p هنا قلت بس ال kinetic زادت طيب لما يوصل هنا يبقى الارتفاع L يبقى ال potential بتقل وال kinetic بتزيد طيب لو وصل هنا ال potential هتقل وال kinetic تزيد لأن السرعة بتزيد طيب لو وصل عند النهاية بقى ال potential بzero وال kinetic maximum يبقى لما البody بيتحرك يفضل ينزل 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 كده ال kinetic بص بقى لو انت خدت ال p plus t هنا حتاخد ال p plus t هنا خد ال p plus t هنا d بتقل ال p بتقل بس ال t بتزيد النقصان هنا يقبله increases هنا إذا نقدر أقول اني loses in potential energy بالضبط قدل increases in kinetic energy طالما no resistance الشرط يا ولد no resistance يبقى loses in kinetic energy equal increase loses in potential energy equal increase in kinetic energy بشرط مفيش resistance لو فيه resistance لازم حيبقى فيه حاجة تانية يحولك عليها دلوقتي ده بنسميه law of conservation of energy عشان كده كان يقولولنا دايما ان ال energy neither created nor destroyed بتتحول من شكل لشكل فالنقصان هنا يتحول لشكل تاني احيانا يتحول ل kinetic energy احيانا يتحول ل heat energy احيانا يتحول ل sound energy لشكل صورة اخرى من صور ال energy دي حاجة طيب بص يا باشا ال energy اللي احنا قلناها حاجتين احنا قلنا ال energy هي ability to do work فيه kinetic فيه potential انا بلخص لك اللي انا قلته ال kinetic energy حنقول work can be done due to motion وقلنا ال kinetic energy half mv square ال potential energy work can be done due to position عشان لو حد اقل لك define طيب ال potential energy mgh او تقول له negative work قلنا هنا في kinetic energy t minus t not equal work كده ال potential energy ده بسموه principle of work and energy من القوانين الخطيرة في المنهج هذا القانون يا ولاد هتيجي سؤال يتحل تقريبا في 15 سطر ده يحله في 3 سطور او سطرين قلنا t plus p plus t equal p note plus t note بشرط no resistance طب لو فيه resistance هنقول حاجة تانية كمان شوية طيب فيه بقى لو واحد قالك طب يلا نجيب d by dt للwork هيعمل derivative للwork هتطلع ال f برا لو كانت ال f constant يبقى d s by dt اللي هي l v فلما عملت derivative الwork بقت f time v طب يلا نجيب d by dt للكينتك هنقول الكينتك half m v square طلع half m برا هتطلع d by dt v square اللي هي 2 v d v by dt d v by dt دي هي l a بقت m a في v m a f time v يبقى معناها ده f time v f time v يبقى d by dt للwork هو هو d by dt للكينتك energy ده equal ده اذا نقدر اجيب دي الناحية التانية وناخد d by dt common يطلع d by dt لل t minus work equal zero طب ماهو derivative مقدار بزيرو يبقى معناها المقدار ده بconistant t minus w equal constant constant يعني مقدار ثابت لا يتأثر بتغير في تغير الموشن الwork هيتغير الكينتك energy هتتغير ولكن النتيجة ال difference دايما ثابت فانا لو جيت at the beginning في لحظة من اللحظات في البداية الwork هيتطلع بزيرو والكينتك energy half m v note square يعني t note فانا هقول له يبقى معناها ان t minus zero equal constant الconistant ده اللي هو طلع t note يبقى اقدر اقول ان t minus w equal t note هتها الناحية التانية ده اسبات اخر للقانون بتاع t minus t equal work done انا اسودته لك بطريقة سهلة في الجزء الاولاني لكن ده اسبات اخر لها اللي هو الكينتك اللي هو difference في الكينتك energy equal work done جميل change في الكينتك energy equal the work done طيب تعالى بقى علشان تشوف القانون ده ازاي بيوفر لك وقت وبيختصر لك حاجات كتير تخيل عندي سؤال زي ده قول لي البيانات كده من الرسمة اللي موجودة يا ابني هتقول لي displacement 5 meters من هنا ال v note 0 f equal 6 newton بس دي كل المعلومات اللي عندي ايه المطلوب في المسألة عايز kinetic energy هنا حوري لك الطريقة الطبيعية وبعدين اوري لك طريقة القانون الخطير اللي حيلخص لك كل اللي انت هتعمله الطريقة الطبيعية تقول انا نفسي اجيب kinetic energy فالkinetic energy half mv square جميل يبقى لازم اجيب ال v تقول عشان تجيب ال v انت ما عندك ش غير s و v note يبقى لازم تجيب ال a تجيب ال a ازاي هتقول f equal m a وال m 2 يبقى حاول f equal m a ادي خطوة m مكان f مكان 6 m مكان 2 يبقى rule substitution النتيجة ارجع اقول بقى kinetic energy rule half mv square substitution النتيجة عد كده 9 خطوات rule substitution نتيجة rule substitution نتيجة ادي كده التسع خطوات ده هعملهم في خطوة واحدة بص القانون الخطير بقى اللي خلصلك على دي كلها في خطوة واحدة هتقول t minus t not equal work done يبقى t ده اللي انا عايزها t note بزيرو لانه كانت اتريست الwork f time s ما ال f هي وال s هي ادي ال f و ادي ال s طلعت الاجابة 30 زي ما كنت انطلعها شايف يا ابني تسعة خطوات عملتها في خطوة واحدة بعد ما كتبت الرول يبقى دي قانون هنحل بيه كذا سؤال هيعجبك قوي طيب فيه بقى سريعا فيه فرق من لما يقول لك loses او lost وتشينج كلام ده انا قلته لكه في اول ما ابتدنا في الديناميكس بس افكرك به سريعا لما اقول لك حاجة lost لما اقول لك kinetic energy lost او potential energy lost او momentum lost يبقى تقول before minus after او باختصار first minus second اما لما قولت change after minus before second minus first خليك فاكر يا حبيبي لما قول lost يبقى first minus second change second minus first اتفرج لو جيت قلت لك ده plane اللينث بتاعه 7 تقول لي خلاص يبقى الاس ب7 جميل ده المعنى اللي عندنا اما لو ادلك اللينث بتاع الplane ودك الهيط تقول لي فيه فايدتين فايدة ان انت عندك الاس وفايدة تانية عندك sine سيتا اللي هو 3 over 7 طيب لو ادك الهيط فقط تقول له لا يبقى انا لازم يكون عند البلين طب البلين مش عندي تقول انت تسميه انت سميه بL سميه بL وتقول بقى عندي الفايدتين الدستانس covered L و sine سيتا 3 over L يلا بينا بقى نشوف افكار مختلفة على الانرجي يلا انا طبعا كتب لك number 12 عشان فيه 11 سؤال خدنا او 12 سؤال خدنا الحلقة اللي فاتت في الpower يلا يا جميل تكملة body of mass 6 kg let to fall from height 15 meters يبقى انت هتقول دي الماس وده height find in joule the kinetic energy لما الbody collide مع الارض يعني انا عايز اجيب الkinetic energy في الارض المسألة البسيطة ده هحلها بتلت طرق بص الطريقة الاولى هتقول الماس ب6 v 0 ال s ب15 الجيب 9.8 هنعمل solution 1 solution 2 solution 3 solution الاولاني هتقول v square equal v square plus 2 gs اعمل substitution طلع v square واسبها v square هتقول الkinetic energy ده احنا عايزينها half mv square نبقى half m6 v square هي حسب الاجابة انجول حل تاني بدل call اللي انت عامله ده تقول القانون الخطير t minus t not equal work done t ده t طب solution 3 واحد اقول لك حل تاني هو البضي نازل من ارتفاع يبقى الkinetic plus potential قد الkinetic plus potential طالما علشان ما فيش resistance يبقى t plus p equal t note plus p note t ده اللي احنا عايزينها الpotential لما نوصل للارض بزيرو t نوت كنا فوق وقفين يبقى بزيرو والpotential energy mgh اعمل substitute يا جميل هتطلع نفس الاجابة ادي السؤال البسيط حليته ب3 طرق طيب سؤال تاني يلا يا ابن هشوف افكار كتير دلوقتي هتعجبك sphere of mass 400 grams ماشي هوروزونتال ماشي هوروزونتالي طيب وبعدين على smooth plane velocity 70 centimeter per second طالما جرام وصنتيمتر يبقى الحمد لله جميلة لكن لو جرام وميتر زي ما ينفعش لازم نخليها الجرام مع السنتيمتر والكيلو جرام مع الميتر السفير ده خبطت في second sphere at rest الماس بتاع second sphere 800 قالك second sphere اللي هي ال800 ده moves after impact بسرعة 35 centimeter per second المطلوب طبعا عايز يطلع determine mind the lost in kinetic energy due to impact وعايز velocity الموشن بتاع الفيرست سفير طب يلا بينا يلا يا حبيبي تقول أنا عندي two spheres واحدة 400 واحدة 800 دي كانت ماشية ب70 ودي at rest دي ده لما خبطت ده اتحركت ب35 meters per second وده حصل لها ايه هو بيسأل يبقى أنا حاول الرول اللي احنا بنحبه m1 v1 plus m2 v2 equals m1 v1 plus m2 v2 ده الرول بتاع chapter 3 جميل يلا m1 400 v1 70 m2 v2 اعمل substitute حسبت v1 داش طلعت بزيرو يبقى دي خبطت دي دي تحركت دي وقفت جميل طيب هو عايز kinetic energy lost لما اقول لك kinetic energy lost كلمة lost يعني يا ابني يعني هتقول لي some kinetic energy before minus some kinetic energy after first minus second عشان قالك lost لكن لو قالت change كنت يجيب الماس find the mass of the body اذا كانت kinetic energy 2000 جول يبقى انا حقول هو kinetic energy half mv square انا ما عنديش v انا ال position طب ما انا اجيب v dr by dt احنا حافظ انها في شابتر 1 ان v ds by dt او dr by dt لان v عندنا square كده حسبنا الماس اه دي فكرة ايه يا ولاد مسألة كمان انا هجيب لك افكار كتير جدا في بس معلومة كده صغيرة لما اقول resistance لو قال لك 39 كيلو جرام ويت يبقى resistance هنسميها r لكن لو قال لك coefficient of friction ب1 على 4 يبقى resistance ما تسميهاش r resistance نسميها mu n وخلي بالك لما body بيتحرك الميو ده اسمها mu k فم u k n يبقى resistance ساعات نكتب مكانها r وساعات نكتب مكانها mu n n اللي هو normal طبعا فيبقى ده على حسب المسألة يا ابني طيب تعال نشوف كده body placed على top of rough inclined plane طوله 15 meters ده inclined plane and height height بتاعته 9 meters يبقى plane المايل plane مايل كده طوله 15 ارتفاعه 9 طبعا دي فايدتين عندنا الاس وعندنا sine theta 9 over 15 البادي البادي let to descend along the line of the greatest slope خلي بقى لكون ده rough plane rough يبقى لازم يكون عندنا resistance يعند coefficient of friction هو قال لك بقى سيبقى لك against resistance 1 على 4 its weight يبقى R quarter mg if the kinetic energy at the bottom of the plane 2.1 kg weight meters طبعا ده في هنا ممنوعات kg weight يوم هنضربها في 9.8 عشان نحولها ل find the mass of the body and the velocity at the bottom of the plane يلا يا جميل المعلومات اول ما اقول لك body بيتحرك هنكتب mg واشتوب عليها mg sine mg cosine v-note 0 لانه المسافة ده s 15 meters sine theta 9 over 15 يعني 3 over 5 resistance 1 over 4 mg kinetic energy 2.1 time 9 point 8 لانه كان جايب كيلو جرام ويت كده بقت جول هو طالب الماس طالب ال velocity تحت يبقى انا هبتدي بقى حل طبيعي وبعدين القانون الخطير الحل الطبيعي هتقول هو البادي بيتحرك يبقى motion minus anti motion equal m a فاكرين يا ولاد الشعار بتاع الديناميكس motion minus anti motion m a يبقى mg g sin theta minus r equal m a كل حاجة عندي معدل m اشتب m مع m مع m كده حسبنا ال acceleration acceleration طلعت سكوير الكانيتك energy 2.1 time 9.8 half m اللي معرفهاش v سكوير هنعوض حتطلع m يبقى دي خطوة 2.3 4.5 6 7 8 9 10 خطوات بص العشر خطوات دول يا حبيبي بالقانون الخطر في خطوة دي هتقول t minus t equal work done t عندنا 21 time 9.8 t note بزير الورك 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 اللي هو mg sine theta minus r time s او mg sine theta minus r اللي هي ربع mg g في الاس كل حاجة عندي معادة الام اعمل substitution طبعا 9.8 هتروح مع 9.8 مع 9.8 هنا يبقى 2.1 طبعا دي هنعمل 20 من هنا هتها الناحية التانية over 15 يطلع m في sine theta sine theta 3 على 5 m وهنا ربع m 3 over 5 m minus 1 over 4 m هتطلع 7 over 20 m اعمل بقى cross multiplication تجيب m 1 2 3 4 خطوات بدل 10 خطوات جميل يبقى دي طريقة دي طريقة تانية باستخدام القانون الخطير القانون ده اللي اسمه principle of work and energy مسألة جاءت 2008 تعال كده نقولها بالراحة balloon ascending vertically upward body of mass 5 kg fill down from the balloon when its height at 40.5 from the ground يبقى البالون كان طالع 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 لما كان البالون على ارتفاع 40.5 from the ground في body المس بتاعته 5 kg falls from the balloon فالbody ده الkinetic energy لحظت وصوله للأرض كانت 2,940 جول قال لك اعمل حسابك ان في neglecting للresistance يعني اعتبر كأن ما فيش irresistance find number i velocity of the body at the instant of the body fall يعني عايز اللي هو v-note لحظة سقوط الbody الطلب التاني عايز distance خلي بالك ما قالش displacement قال لك distance covered طب تعالوا نحكي يا ولادي البالون اهو البالون ده في body المس بتاعته 5 v-note ده اللي احنا نفسينا فيها displacement مش distance لانه هو الbody كان هنا حيطلع يطلع يطلع وينزل لما البضي ده يقع من البالون لما جيب لك displacement دي البداية وده النهاية يبقى ده displacement اللي هي 40.5 الkinetic energy لما وصل للارض كان 2940 اهو بص تفرج دويع بص طلع ونزل يبقى ده displacement هو طالب الvelocity هنا وطالب كمان distance يبقى عايز احسب المسافة دي ودي ودي طب ما دي 40.5 يبقى عشان اجيب distance covered لازم اجيب distance دي time 2 عشان دي ودي وبعدين plus 40.5 البادي لما وقع هنا الvee نوت بكم هي الvee بتاعت البالون ومعرف اش بس عند الkinetic energy هنا وعند الاس طب ما الافضل يبني القانون الخطير اللي اسمه principle of work and energy ده اسمه principle of work and energy t minus t not equal work جميل يلا t عندنا اللي هي دي اهو t نوت اللي معرفهاش لان البادي كان له سرعة بداية اللي هو نفسه سرعة البالون فستطي نوت الwork f time s f اليا mg s displacement اليا 40 point five اعمل substitution يبقى من هنا حتجيب t نوت جبنا t نوت من t نوت half m v نوت square الماس ب five اعمل substitution كله عندك معدل v نوت حسبنا v نوت يبقى بداية البادي المجنيتود بتاع v نوت 19.5 meters 19.55 meters per second طب انا عايز اجيب distance covered تقول لي طيب عشان تجيب distance هجيب المسافة from a to b هتقول v nوت ده v سرعة دي اللي هي v نوت هي نفسها v final ب zero هو طالع عكس الجرافتي under anti gravity يبقى معناها negative 9.8 يبقى عندك v final ب zero من الثلاثة دول يا باشا هتقول v square v not square 2 g s كده حسبنا ال s اللي هي ال a b طلعت 19.6 يبقى لما قولك فين ال distance covered هتقول a b plus b a يعني a b time 2 يبقى انت جبت المسافة اللي طلعها والمسافة اللي انزلها plus 40.5 ده total distance دي مسألة جات 2008 بسألة 2007 قال لك body of mass 200 placed خلي بقى placed يعني v not ب zero على top of incline the plane طوله 16 وارتفاع 5 يبقى انا كده حسب sine theta عند v not ب zero ال s sine theta اللي هي 5 over 16 طيب بعد كده خلي بالك ان ده if the resistance to the motion one على for the weight يبقى resistance quarter m g find the kinetic energy لما يوصل للارض اسهل حاجة يا ابني الرول ده اللي هو البرينس الو fork and energy t minus t not equal work t ده اللي عايزينها t not ب zero الwork اللي هو f في s من الفور motion minus anti motion m g sin theta minus r time s كل حاجة عندك كل حاجة موجود هتطلع الهو kinetic energy ده المطلوب طبعا كان ينفع يا ولادي المسألة دي تتحل بطريقة تانية هتقول لي ازاي اقول لك سهلة هترجع بقى ده واحد غاوي بقى بس دي واحد اتنين ثلاث اربعة اربع خطوات وبعدين جبت النتيجة في طريقة بعشرة خمستاشر خطوة ازاي هتقول نجيب الاكسل الاول mg sin theta minus r equal m a ونحسب a عندنا v note عندنا s عندنا a tani عندنا a v square equal v note square plus 2 as نحسب v square وبعدين نجيب الكي nate half m v square طريقة طويلة لكن صح تعالوا بقى مسألتين انا جيبهم لك على simple pendulum في دا جات يا ولادي المسألة دي بالمسائل المشهورة يقول لك simple pendulum طول الstring بتاعه 90 وشاي الماس هنا 70 خلي باك 90 سنتيمتر وشاي الماس 75 جرام moves through an angel 1 دي 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 يا ولاد دي 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 لو zero نازل تحت ده مش zero ده فوق 120 يعني بص دي لما تتحرك كده وبعدين تنزل تاني كده الانجل دي كلها 120 طبعا دي 90 90 90 دي كلها 120 وبي 60 ودي 60 ده اللي هو قاله المطلوب قالك لو سمحت انا عايز طلبين الطلب الاولان نجيب الpotential energy عايز جيب الpotential energy هنا الطلب التاني عايز الvelocity at the middle عند البي ما هو ده هينزل ينزل ينزل وبعدين يندفع وبعدين ينزل ينزل وهندفع لفوق هو عايز kinetic energy عايز الpotential energy هنا والkynetic energy هنا اول ما تشوف يا ابني عشان دي مسألة وجيب لك بعدها مسألة تانية زيها بالظبط بس اختلاف شوية اول ما تشوف سؤال زي ده قل له عشان اجيب الpotential energy لازم اجيب الهيط 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 اللي هو ده عشان تجيب الهيط تعالى من هنا نزل perpendicular كده الاول انت حتقول the 90 و the 90 اقول لك اه تقول لي طالما ده قد ده يبقى الانجل دي قد الانجل دي طب ما دي ب60 يبقى دي بلس دي تكملة ال 180 يبقى دي كمان ب60 و دي كمان ب60 يبقى ده ب90 جميل طالما ده 90 و ده 90 و ده 90 لو نزلت بص بقى اللي ارتفاع ده طالما الانجل دي ب30 ما هو دي 60 يبقى دي 30 دي كلها دي 30 يبقى الصايد ده half hypotenus hypotenus ب90 يبقى 45 في واحد يقول لي طب ما نقدر اقولها بشكل تاني يبقى نتاك height half hypotenus يبقى 45 ممكن واحد يقولك نزل perpendicular كده اقوله ماله يهاتلي الانتفاع ده هو قد ده لما نزل perpendicular هتقول لي 60 يبقى دي 30 يبقى 30 يبقى ده half hypotenus يبقى ده 45 يبقى ده 45 جميل اول ما جبت height المسألة خلصت النقطة دي عندها T نقط P نقط الpoint دي عندها T و P يلا نجيب T نقط الاول هتقول لي potential energy نجيب potential point A potential energy M G H الH جبناها 45 الM عندنا 75 الG عندنا بكام 9 80 احسن ازعل منك لان دي جرام ودي سنتيمتر كده حسب الكينيتك potential energy طب هو عايز يجيب الكينيتك energy عند الB اسهل حل يا ولاد لمسائل simple pendulum تقوله الكينيتك plus potential equal الكينيتك plus potential ده low conservation of energy اسهل حاجة هتقول الكينيتك هنا ده اللي احنا عايزينها potential هنا بzero الكينيتك له half M V square والV اللي انا عايزها والM عندنا potential هنا بzero لان high صغر صغر بقى بzero الكينيتك هنا بzero لان body كان at rest والpotential لسه جايبينها فوق من هنا حسبنا V ادي مسألة تعالوا زيها بالزبط اهيه دي مسألة جات في اولاد في البوكلت بتاعت اللي هو نمازج الوزارة اللي جات السنادي على موقع اللي هو الوزارة موقع مستشار رياضيات يا حبيبي حتلاقي المسألة دي جات قال لهم simple pendrive اهو simple pendrive اللي المسألة بقولك عليها المرة قال لك اللينث دهو 130 دي 130 يبقى دي كلها 130 يبقى دي 130 الانجل دي كلها 2 سيتا يبقى دي سيتا ودي سيتا وقال لك 10 سيتا 5 over 12 ده اللي هو قاله 10 opposite over adjacent يعني دي 5 ودي 12 يبقى التالتة 13 تقول لي بس ده طولها 130 يبقى انت مطلوب منك تعمل دي time 10 عشان تبقى زي دي فلو ضربت دي 10 اضرب دي 10 وعمل دي time 10 time 10 time 10 time 10 لان دي ratio 5 over 12 هي 50 over 120 دهو من هنا الهنا طولها 120 اللي الحبل ده كله الواير ده كله طول 130 يبقى الهايط طولها 10 نقول لك السر في مسائل البندرام انك تجيب الهايط الهايط دهو طلع بتن عظيم انا عايز اجيب ايه عايز اجيب الpotential هنا mgh عايز اجيب الkinetic هنا يبقى عايز اجيب الvelocity هو هنا كان طالب الvelocity فقط يبقى انت هتقول له t plus p equal t naut plus p naut t half mv square p ما نعرف p p هنا بزيرو t naut هنا p p naut mgh شيل m مع m اهو شيل m مع m كده حتطلع v على طول لان الهايط عندنا اللي هو بتن كده حسبنا ده طيب جميل ادي مسألة رقم 19 number 20 حبيبي bullet اهو شايف رصاصة اطلقت من المسدس ينهى ربيض البلت اطلقت دخلت اخترقت اللير ده اللير ده او التارجت ده كان ثيكنيس بتاعته 32 سنتيمتر دخلت هنا طلعت هنا هو اطلقت بسرعة 200 متر دخلت 32 سنتيمتر سرعتها هتقل تقل طلعت بسرعة قليلة قوي قالك اثناء الموشن loses 4 over 5 its velocity يعني البلت فقدت 4 over 5 من سرعتها يبقى طلعة ب1 over 5 فقط يبقى نقدر احسب الفي final اللي طلع بيها الماس طبعا 15 جرام جرام ما تنفعش مع الميتر فانا حولتها لكيلو جرام ودي ادي الفي نوت الفي final 5 اللي دخل لانها فقدت 4 over 5 يبقى هي طلعة بالخمس فقط ب1 over 5 يبقى هي دخلت ب200 خرجت ب40 جميل الدستانس طبعا سنتيمتر زي ما ينفعش اوعى تغلط في اليونتس احنا في اخر حلقة يا ولاد في الديناميكس وبحذرك حرام عليك يا ابني اليونتس لازم تبقى مصحصح قوي وانت بتكتبع كده انا جبت الاس يبقى انا اقدر اقول له ايه بقى انا عايز اجيب ايه ايه المطلوب عايز الريزيستانس تقول لي انا اقدر اعمل بطريقة عادية اقول له v نوت وv واس من التلاتة دول نجيب الاخسليريشن نقول له v سكوير v نوت سكوير بلاس 2 اس جبنا الا بعد ما اجيب الا اقول له موشن مينوس انتي موشن اكوال ام ايه يبقى نيجاتيف ار اكوال ام ايه حسب انا الار وحيط ربنا صح بس انا هحلها بالقانون الخطير اللي هو principle of work and energy دا يجيب لك الاجابة في خطوتين التانية اخدنا ست خطوات دي خطوتين t half m v سكوير الwork اللي هو negative r في الاس هنقول له half m v سكوير اهو half m v اللي انت جبتها سكوير مينوس t نوت half m v نوت سكوير negative r time s اظن من هنا عملية حسابية هتجيب منها الارب سهولة نفس السؤال دهو حدهولك على كبير شوية مسألة نحاط تجاتب لك جنبها جميلة وعمل عندها اتنين ستارز تعال نقراها كده بالراحة يا باشا vertical target consensus of two layers يبقى في عندي ده كان layer واحدة طبقة واحدة ده المراضي طبقتين different metals thickness بتاعت الاولى 20 centimeters والthickness بتاعت التانية 8 centimeters كأن layer ده جنبه layer تانية واحدة 20 واحدة ب8 if two bullets of equal masses fired into two opposite direction واحدة جاية من اليمين واحدة جاية من الشمال الفرست bullet اخترقت اللير الاولى ووصلت للرست بعد ما حصل penetrating للsecond layer distance 2 centimeters اما التانية اخترقت السكن layer و penetrated الفرست layer 4 centimeters find the ratio between the resistances تعال نقولها ادي bullet ادي مسدس وادي مسدس ده الفرست target ده الرصاصة دي اطلقت دخلت اخترقت وصلت هنا دخلت هنا مسافة 20 ودخلت 2 centimeters هنا السكن اخترقت ده ودخلت هنا 4 centimeters هنا في resistance r1 resistance r2 عايز يجيب ratio between r1 و r2 طبعا اللي حل لك الازمة دي القانون الخطير اللي هو بتاع principle of work and energy انا هاخد الفرست bullet هنقول كينتك ات b minus كينتك ات a equal work done الwork اللي حصل هنا f ت الwork اللي حصل هنا f time s negative r2 s اللي هي 2 اشد خط وعمل addition لما اعمل addition ده t at b هتروح t at c تنزل زي ما هي طبعا الكينتك at c بzero لانها at rest الكينتك at a half m v not square ال m ولا عرفها وال v not ولا عرفها ماشي اعمل ده مع ده اهو ده مع ده وسمي دي equation number one ده first bullet نيجي لل second bullet يا جميل في second bullet هنقول كينتك at h minus كينتك at d equal work done الwork اللي هو مين negative r2 في المسافة دي اللي هي a t نيجي بقى كينتك at g minus t at h equal work done اللي هي negative r1 time four شد خط واعمل addition ده second bullet t at h تروح مع t at h الكينتك at g zero شاطر ان عايزك ترد معايا الكينتك at d half m v note square ما هو v هنا يا v هنا عشان ده نفس المسادس هنا وكتب ده مع ده ده كده equation two كل اللي طلبه من سيادتك بعيونك الجميلة بص على وان وعلى تو عين على وان عين على تو هتلاقي ده هو ده الright hand left hand side واحد يبقى الright hand side واحد طبعا ده equal ده هات ال r2 جنب r2 وهات ال r1 مع r1 the negative eight هتروح النحة تانية بplus مع 2 تبقى 6 r2 هات دي مع دي تبقى 16 r1 هات بقى r1 over r2 يطلع الاجابة 6 على 16 يعني 3 over 8 ده second bullet وده اللي احنا عملناه مسألة جميلة جدا وحلوة وشوف القانون الجميل ده اللي هو البرينس والفورك and energy استخدمته اربع مرات بسهولة وبدون تعقيدات يا خابة ربيض لو انت حاولت تستخدم نيوتن second لو هيطلع عين يطلع عينك فيها طيب واحدة كمان يا ولاد زي دي دي نفس المسألة ده خدناها زمان وإحنا بنعمل نيوتن second لو حدهلك وحوريلك حلناها ازاي وحلهلك بالطريقة الجديدة bullet of mass 30 على wooden barrier covered بlayer of rubber thickness بتاعها ب6 penetrated اللير الاولى وموفد 12 سنتيمترز و12 سنتيمترز جوه الwood if the resistance force of the wood is twice resistance of the rubber عايزين نجيب الresistance تعال نحكي كده نفس السؤال ده اوخدناه في newton second blue قد الرصاصة الرصاصة اطلقت بص يا جميل الرصاصة هي اطلقت دخلت اللير ودخلت الwood اللير ده sickness كان 6 ودخل 12 احنا عملناها ازاي زمان تعال نفكرك احنا قالك resistance twice resistance قلنا احنا احنا بحلالك بطريقة newton second blue الاول عشان تشوف المجهود وتشوف تحس بقيمة اللي انا بقوله بالنسبة للرير للربر وبعدين بالنسبة للwood في الربر يا حبيبي عندنا الاروان بار عندنا ال v 196 عندنا ال s ب6 سنتيمتر يعني 0.06 هنقول negative r equal m a طب ما الار مش عندنا ولا ايه عندنا خلاص نجيب ده يبقى ايه equal negative r على 0.3 اروح اجيب ال v هنا عشان تبقى v نوت للمرحلة التانية يبقى نحاول v square equal v نوت square plus 2 as هنعمل substitution وشي للايه اكتب المقدار ده احسب دي هتطلع طبعا نعمل simplify بقى و cancel كده هتطلع v square جميل ده v square هنا هي v نوت للمرحلة التانية حتي بتقوله في second stage اللي هو بالنسبة للود ال r 2 بتو r ال v final بزيرو ال s اللي هي o point 12 ال v نوت هي نفس ال v نوت هنا هتقول v square v نوت square plus 2 as اعمل substitution هتطلع ال acceleration التانية in terms of r وتقول negative r 2 equal m a شي لل r 2 اكتب negative 2 r m اللي هي o point o 3 ايه اللي هي كل المقدار الوحش ده اعمل cancel ده مع ده تطلع ب 8 اعمل cross multiplication 8 time 2 16 r احسب ال r تلا طلعت ال resistance لو عديت الخطوات ده هتلا بتاع 15 20 خطوة تعال بقى يا جميل نقول الطريقة المرحة في الحتة الصغيرة دي بس شوف المجهود الكبير اللي انا عملته ده انا هحله في كم سطر هنا شوف كل ده ومزن كمان خطواتي اتفرج واستمتع معايا هتقول كده تي بي مينس تي بي اكوال الورك ده الورك اللي هو نيجاتف r في الاس اهي ارجع كمل تي بي مينس تي بي اكوال الورك ده الورك اللي هي نيجاتف 2 r في الاس اعمل ادج تخلص المسألة تصور كل الخطوات دي خلصتا هنا هنعمل تي بي مع تي بي تي ات سي بي انها هتوقف تي ات اي م عندنا v عندنا اعمل ده وده مع بعض دي 0.24 وده 0.06 وده 0.30 كده احسب نيجاتف مع النيجاتف جميل عملنا الار كده طلعت الار في خطوة يا ولادة هي شوف كم سطر دول بدل كل وجع القلب ده ولك الاختيار علشان ننهي موضوع الانرجي ونقول بالراحة دلوقتي لو ده smooth plane وحطت بادي اتحرك فورم A to B كان الارتفاع في المرة الاولى H1 وصل للB بقى الارتفاع H2 لو جيت قلتلك يلا مع بعض ده smooth ده rough نحكي مع بعض بالراحة عايز اجيب loses in potential energy loses يبقى نجيب first minus second potential energy عند الا minus potential energy عند الB تعالى بالراحة potential energy عند الا MGH1 potential energy عند الB MGH2 طب مات يلا ناخد MGH common يبقى H1 minus H2 H1 ده minus H2 تديك الH دي طب ما الH دي علشان ده right angle triangle الH ده هي AB sine theta مقتنع اقولك عليها بالراحة بص لي باشا هنا كلنا عارفين لو انا عندي راية angle triangle كده لو قلتلك الصايد ده 11 سنتيمتر والانجل ده هي 20 دي جريز قلتلك لو سمحت طلع لي طول ده هتقول لي ده وحيات ربنا من غير معمل 11 sine 20 طب طلع لي طول ده حتقول لي 11 cosine 20 اذا لو جيت قلتلك مرة تانية ده right angle ده الhypotenis ده اسمها AB وده theta لو قلتلك طلع لي طول ده حتقول لي AB sine theta طب طلع لي طول ده حتقول لي AB cosine theta ده كلنا عارفيني الكلام ده بقى انا لما حب اجيب الهايت اخد الhypotenis sine theta ده اللي انا عملته هنا طب يلا كده بينا يا جميل يلا يا باشا هقول لك هنا MG هنا انا كنت قال MG H2 H1 minus H2 ال H H دي من الطرنجل ده اللي هو AB sine theta خلي دي على جنب كده تعال نجيب in kinetic energy يعني هنجيب ال kinetic at B minus kinetic at A هتقول لي ده work done ال work اللي هو MG sine theta في S يا خابر بيض بص الده ده هو ده طالما دول زي بعض اذا لقيت loses in potential طبعا ال S ال AB MG sine theta في AB loses in potential energy يسوي increases in kinetic energy وده اللي احنا سمناه law of conservation of energy يبقى الفقدان في potential يسوي الزيادة في kinetic طالما ما فيش resistance طب لو فيه resistance ده اللي انا كنت بقولك حولها لك في الاخر احنا جئنا للاخر يلا يا جميل قول نفس الخطوات طبعا potential energy هتطلع لك نفس الاجابة اللي هي ده يلا نجيب الانكريس تي 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 اي اكوال الورك الورك اللي هو مين م جي سين سيتا مين ار طايم اس اعمل فك البراكت ده يبقى م جي سين سيتا في الاب مين ار في الاس جميل انا هقول له بقى هنا م جي سين سيتا في الاب ده اللي هو م جي اتش هو ده اللي هو جيبناها من هنا وار طايم اي بي تعال نجيب م جي اتش لوحدها م جي اتش دي اللي هي الوزيس in potential energy هتساوي ده اللي هو الانكريز انكينتك energy بلس ار في الاب احفظ الرول ده انكريز انكينتك energy بلس وار كده اجين است رزيستانس يعني ار طايم اس نقول مرة تانية مرة تانية لما قولك لو سكت يبقى ده طب لو فيه رزيستانس يبقى لو س انكريز انكينتك بلس ر اس اللي هو الريزيستانس طايم الديستانس كافر يبقى الور كده اجين است يبقى خدها قاعدة يبقى لما قول كده لوز ان potential energy هتقول ده اكوال انكريز ان كينتك energy ده لو كان سموس لو راف يبقى تقول بلس ار طايم اس ار اللي هي الريزيستانس اس اللي هو الديستانس كافر او الديست بلس كافر جميل طب مات يلا كده يا ابني نشوف السؤال على الكلام ده ناخد مسألتين على الكلام ده أولاد وقال لك البي دون البي يبقى البي تحت وال ا فوق بدي الماس بتاعته 500 جرام يعني البي نوت بزير عند ال ا ا ا البي البي ا البي ا البي ا جميل يا جميل الباضي ده نازل يبقى انا حاول هو مدينا الماس حولتها الكيلو جرام ال v نوت بزيرو انت عندك ال v عند ال v كانت بفور هو طالب م جي اتش م عندك جي انت عارفها ب9.8 اتش بوان كده جبت اللوزس ام بوتينشال انرجي انكريزس انكينيتك انرجي هتقول لي t-t نوت ليه هاف m v سكوير t نوت كانت بزيرو احسبها جبناها 4 جول ينفع بقى واحد يقول لي ايه لوزس انبوتينشال اكوال انكريزس انكينيتك plus work against resistance لوزس انبوتينشال 4.9 جبناها انكريزس انكينيتك before work against resistance ده اللي احنا عايزينها هد الناحية التانية شيل ده من ده يطلع الاجابة اهو ده الاجابة خلص خلاص لو واحد غاوي بقى يقول لك يلا نجيب t-t not equal work done work m g sin c minus r في الاس وبعدين يعمل distribution يبقى r في الاب خليها على جنب لان هو ده work against resistance لان الاب مش عندنا والr نفسها مش عندنا يبقى انا هجيب الr time ab طبعا الحل ده using conservation of energy سهل مسألة اخيرة يولاد على الكلام ده body placed على الطب of smooth inclined plane طوله 40 ارتفاعه 10 find the velocity at the base of the plane and if the plane is rough with resistance one over five the weight المطلوب عايز جيب الvelocity عند the base of the plane using principle of conservation of energy هنا اكبرك قالك لازم باستخدام conservation of energy اه او ما انا اقوله طيب انا هقول لو كان smooth لو rough البضي حيتحرك ده 40 وده height حنقول القانون بتاع conservation energy loses in potential equal increases in kinetic potential هو mgh increase اللي هو mt-t اعمل substitution حسبة الvelocity طب لو rough حتقوله loses in potential increases in kinetic plus work against resistance اللي هي r time s ده اللي هو mgh ودي اللي هو mv square minus zero r time s احسب حتطلع الاجابة ال v على طول لان ال r عند دي ما جبنا ال v دي باستخدام اللي هو work and energy كده يا حبيبي اللي خلصنا الجزء ده بتاع ال power بتاع ال energy حندخل في اخر موضوع ال power يبقى احنا كده خلصنا ال work خلصنا ال energy حنبتدي في الموضوع التالت الجميل ال power سؤال يا ولاد فيه تلات كلمات force energy power عايز عايز حد فيكو يقولي المعنى تعال الاول كده نحكي اهو force energy power لما قولك قول حتقول force ترجمها حتقول لي قوة energy حتقول لي طاقة طب power اه بالعربي حتقول لي قوة ولا طاقة power تقول لي قدرة اسمها كده تعال احكي لك يعني ايه كلمة قدرة او power الشخص ده زق العربية من هنا الهنى يبقى عمل work في خمس دقائق five seconds نفس الشخص ده حرك العربية من نفس المسافة بس two seconds ايهما الpower بتاعته اكتر الشخص ده ولا الشخص ده ده عمل نفس الwork نقل العربية من هنا الهنى في نفس المسافة بس ده خد time five seconds خد two seconds يبقى اللي خد وقت اقل اكيد ده الpower بتاعته اشد يبقى لما اقول لك الpower حتقول لي هو rate of change of work بالنسبة للtime يبقى الpower بيقاس نسبة للtime جميل يبقى لما حد يقول لك define the power تقول له rate of change of work with respect to time احفظ ال definition ده طب يلا ال definition ده نحوله للماث حتقول لي rate of change يبقى d by d t للwork w طب ما الwork f time s يبقى لما حد يقول لك الpower تقول له rate of change of work d by d t للwork والwork ممكن اكتب مكانها f s هو ده الpower لو كانت ال f constant تطلع برة derivative بقى d s by d t d s by d t ده اللي هي velocity يبقى الpower f time v يبقى ده الpower كده او كده 99% من المسائل الpower f constant 1% f variable يبقى خلي بالك لما حد لك الpower هتقول f time v لو f constant لو f variable يعني فيها t اوع ك تقول كده تقول ده جميل طب سؤال يا حبيبي عربية بتتحرك فيه force وresistence حطلب منك طلبين يا ابني حقول لك هتلي second لو هتلي الpower second لو هتقول لي f minus r time a motion minus anti motion m a طب الpower هتقول لي f minus r time v اقول لك غلط الpower بنتكلم على الفرصة نفسها فرصة فقط فرصة of the ماشين فقط يبقى الpower f time v فقط سؤال يا ولاد لما اقول لك تكيف عندي تكيف يعني ايه يعني معناها ان التكيف ده ممكن اشغله وانا بفتح الرمود بتاعي التكيف بيبتدي from rest السرعة بتاعته تزيد 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 لغاية ما توصل للمكسمم طيب لما يوصل للمكسمم هنا هنقول ان الpower بقى ليه لان الpower f time v طب ما السرعة في البداية كان zero يبقى الpower zero السرعة زادت بقت two meter per second يبقى الpower f في two طب السرعة زادت بقت four يبقى f time four السرعة زادت بقت seven f time seven يبقى f time v يبقى الpower بيتغير لغاية ما يوصل للمكسمم اول ما يوصل للمكسمم يبقى الpower هو ده اللي احنا بنقول عليه يبقى لما لمكن ممكن يقول لك انا عايز الpower الساعة اثنين او power لما السرعة كان بس three الpower لما السرعة كان ده four يبقى الpower بيتغير حسب الvelocity ولكن لما اول power of the machine يبقى خلاص وست المكسمم يبقى انا ينفع اقول التكييف اللي هو قدرته خمس احصان لما يشتغل باقصى سرعة عنده ممكن اخلي التكييف يتحرك يشتغل اثنين حسان بس اهدي السرعة بتاعته جميل يبقى الpower f time v طالما قلت power of the machine يبقى معناها ان v maximum انا عمال اكرر كلمة maximum ليه لان دي انت المفروض تخبط في ودنك في ميوتن فرست لو قلنا لما acceleration بزيرو ولها معنى اخر معنى ان maximum velocity هيبقى معناها v داش بزيرو يعني معناها v داش ليه بزيرو يعني uniform velocity واحنا قلنا في نيوتن فرست لو uniform velocity بقى اليمين قد الشمال او ال f قد ال resistance علشان كده معظم مسائل الpower ان لم يكن كلها اول ما يقول لك maximum velocity في لزقة بتحطها تقول force at the resistance تقول since ان v maximum يبقى f قد r او اليمين قد الشمال خدها قعد عشان دي لزقة بنحطها في جميع مسائل الpower اول ما يقول لك maximum velocity f قد r او اليمين قد الشمال خد ها قعد يلا يا جميل يبقى اول ما قول الpower of the machine يبقى دي معناها ان v maximum طيب الpower f time v ال v meters per second ال f newton newton time meter per second يلا يا حبيبي يا بتوع الفيزيكس هيقول لنيوتن meter joule per second joule per second كلنا حفظينها في الفيزيكس اسمها وات يبقى لما قول لسيادتك الpower اليونتس بتاعته بالوات كل الف وات نقول عليها one كيلو وات جميل طيب الوات يا ولاد ده بيقول لك كل لو جالك مسألة الف كيلو وات طيب لو جالي مسألة كيلو جرام ويت meter per second طيب لا ما ينفعش يبقى نحولها للوات او ما شير الكيلو جرام ويت اعملها 9.8 كل 75 كيلو جرام ويت meter per second دي على بعضها بسموها horse يبقى الhorse هي 75 كيلو جرام ويت meter per second يعني لو شفت horse اشيلها واكتب 75 واشيل دي واكتب 9.8 يبقى احفظ يا جميل اول ما قولك الhorse هتقول لي 75 طيب 9.8 وات يبقى لو جيت في سؤال قلتلك الpower 5 horse تقول لي شيء للhorse ويعمل 5 طيب 75 طيب 9.8 تتحول لوات او لو مسألة بالوات وعايز تحولها للهورس نعمل divided 75 طيب 9.8 بصوا يا اولاد انا لما اقول لسيادتك بص بقى انت موجود تحت وطيبك اطلع بماكسيمم velocity خلي بقى اقول لي ماكسيمم velocity بقى الpower سابت اطلع بماكسيمم velocity هتطلع على اخرك هتلاقي نفسك بتنهج يبقى انت عملت force كبيرة وسرعتك ضعيفة عشان انت طالع طب لو انت نازل بماكسيمم velocity هل هتنهج زي ما كنت طالع لا طبعا هتقول وانا طالع بماكسيمم velocity عملت force كبيرة لكن وانا نازل force صغيرة ومع ذلك سرعت تبقى جمدة لو عربية طلع بماكسيم velocity الصوت المطروع عالي لان force جمدة وسرعتها ضعيفة لو نازل منزل هتلاقي سرعتها جمدة جدا وفرص ضعيفة يبقى اذا انا بقول الpower في الحالة دي طالما طالع بماكسيم velocity بالpower ثابت نازل بماكسيم velocity الpower ثابت يبقى خدها قعدة اول ما اقول maximum velocity maximum velocity طالع او نازل يبقى الpower هو الpower ده بتحلي لك اشكاليات كتير في مسائلنا يبقى الpower بيبقى ثابت طالما ان انت متحرك بماكسيم velocity اما لو ماشي بفلوسي هتجيب الpower وبعدين غيرت الpower يتغير اما لو قلت maximum velocity حتى لو الماس تغيرت حتى لو الفرص بتتغير لكن الpower ثابت طالما ماشي بماكسيم ماشي بماكسيم خدها قاعدة في حياتك يلا يا جميل يبقى انا بقول لو انت ماشي ماكسيم طالع بماكسيم نازل بماكسيم يبقى الpower اد الpower اد الpower طب الpower rate of change of work يبقى الwork integration power يبقى خلي بالك ده احد قوانين الwork الو integration power يبقى الpower rate of change of work يبقى ده العكس chapter 3 يا ولاد انا ملخصها لكم في الجدول ده ده الwork الpower الenergy لو تلك قول للرولز بتاعت الwork هتقول لي f dot s او f s cos theta او integration f ds وفيه قانون رابع بقى اللي هو integration للpower d by dt f s او f time v الenergy الkinetic energy half mv square او negative work او mgh ده الرولز بتاعت chapter 4 كله لو f و r بنقول لو قلتلك الwork done f minus r time s لو جيت قلتلك work by resistance هتقول لي work by the force f time s by resistance negative r time s against the force negative f هنا لو قلتلك power of the machine يبقى maximum velocity لو طالع بmaximum نازل بmaximum يبقى الpower add del power جميل t minus t not work p minus p not equal negative work t plus p add t not plus p not طالما no resistance loses in potential equal increases in kinetic plus r time s ال units joule او erg والjoule 10 power 7 erg قلناها ال watt او horse ال horse 75 time 9.8 watt وهنا joule او erg ال definition هتها من rule product force time velocity force time displacement هات ال definition بتاعت ال power من القانون rate of change of work with respect to time the work can be done due to motion the potential energy work can be done due to position ده يا حبيبي القوانين بتاعت ده كل ما يتعلق في chapter 4 لخصته لك في صفحة واحدة يلا المسائل بقى بسرعة اطر المسائل بتاعته 200 ton ماشي على horizontal road ب maximum velocity او العين كما تشوف maximum يبال لزقة اللزقة الواليمين الدشمال 90 90 kilometer per hour find the horse power and if the resistance 10 kg weight for each ton of its mass if the train ascending the road to the horizontal بانجل بانجل بتاعتها 0.1 find maximum velocity ده مسائل امتحانات يا أولاد كل سؤال جايبهولك كي يجي في امتحان بص يا باش القطر ماشي horizontal عندنا الماس طبعا 200 يبقى 2000 اللزقة بتاعتنا هي هتتحط في جميع المسائل بتاعت الباور since V maximum يبقى اليمين قد الشمال الF قد الR الR عندنا يبقى الF عندنا بصوا يا أولاد عايز اقول حاجة اول ماقول الباور 3 حاجات تاني عندنا الباور equal F time V ثلاث حاجاتهم أنا عندي حاجتين الF عندنا والV maximum عندنا اعمل ده طيب ده طلعت الباور بس الباور ده بايه بالوات هو اي في المسألة عايزها horse يبقى نعمل over 75 over 9.8 جميل كده حسبناها بالهورس طب لو نفس القطر ده طلع على رد طلع على رد ب maximum velocity اكيد الفورس المطور صوته هيعلى يبقى الفورس هتتغير يبقى انت هتقول اللازقة بتاعتنا since V maximum يبقى F هتسوي R plus M G sin theta حسبنا F ده او F ده اشوف القيمة كبيرة جدا طيب هنقول الpower F time V F التانية في V التانية الpower سابتة هي نفس الpower اللي انت جبتها فوق الF هي الV عندنا shield 9.8 مع 9.8 shield zero اعمل simplify انا بس لوله ضغط الوقت هقول لك بسرعة الاجابة وانت تعرف تعمل simplify بهدوء سؤال تاني الpower بتاعته 400 شايل شادد اطر بسرعة 72 km على هورزونتل عايز يجيب الresistance يبقى هنا ادك الpower وادك الvelocity بعد كده if the mass of the train and locomotive is 200 tons ده بيدين ال mass كمان find the maximum velocity of the train if ascending incline تقريبا قريبا من اللي فات هتقول احنا عندنا الpower horse ممنوعات حولتها الوط ده ربطها 9.8 time 75 v maximum ممنوعات اعملها time 5 على 20 خلي بالك million units يا ابني الماس عندنا هتقول خلي بالك يا بصول هنا لما قول الpower احنا عندنا 3 حاجات بصول يا حبيبي عندنا 3 القانون power f v لو لقيت اتنين هات الثالثة على طول 3 شمعات هم power f v اول ما تلاقي في given حاجتين ما تفكر هات الثالثة لكن ساعات ما يكون الحاجتين واضحين فبضطر اجيب واحدة تانية وبعدين استخدم القانون يلا هتقول كده هو ده f وهنا r يبقى انت هتقول power equal f time v الpower عندنا والv عندنا يبقى كده حسبنا f طب ما احنا هنقول اللزقة هتفكر اللزقة ها هتقول sense ان v maximum يبقى اليمين قد الشمال f قد r كده حسبنا resistance بالنيوتن اعمل divided 9.8 و divided 200 حسبناها كيلو جرام weight per ton رجع قالك طب لو القطر ده طلع هتقول يبقى f هتتغير والv هتتغير نكتم اللزقة بتاعتنا sense ان هو هيطلع ب maximum يبقى f dash قد r plus m g sin z طب ما r احنا لسه جايبين هاي و m عندنا و g sin z حسب نا f dash دايما يا ولد تلاحظوا وانا بيها مبرداش اضربها يعني ممكن يقول طب ليه ما عملتش دايما وخلصت ولو عشان بعد كده انت حتشط ب 9.8 في المسألة بتبقى في الحسابات اسهل نقول بقى f dash maximum 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 خد الpower اللي هو ده هو فين الpower اللي هو ده 400 9.8 75 شفت بقى 9.8 هتروح مع 3 time 4 12 كده حسبنا الف maximum طبعا هتبقى اقلب كتير من اللي كانت على الhorizontal واحدة تانية جايب لنا force وجايب لنا s then the power of the force ده ولا ده ولا ده ولا ده عايز يجيب الpower تقوم انت هتقول ايه يا ولاد انا عندي الpower f time v انا ما عندي v عندي s طب انا مطلوب ينفع طريقتين واحد يقول لك هات الwork الwork f dot s هدي ال f و هدي ال s لما اعمل dot اعمل الاولى مع الاولى والتانية مع التانية او الاولى مع الاولى التانية مع التانية ده واعمل 3 plus 4 ب 7 الpower هتقول دي by dt للwork دي by dt للwork احسبها طلعنا اعمل derivative مو ده الwork اعمل derivative كده حسب الpower عوض عن t by 3 لما تحط t by 3 بقى 24 plus 7 تطلع الاجابة يبقى تطلع 28 يبقى النتيجة تطلع 31 طيب تعالوا بقى نقول حاجة تانية ينفع نفس السؤال ده كنت عملت حاجة تانية ياولاد جبت ال v من هنا هنقول v ds by dt يعني كان ينفع في نفس السؤال ده نجيب v ds by dt ونقول f dot v لان f time v ونعمل f time v لان f constant طيب سؤال تاني aeroplane power 600 horse ده الpower if the resistance proportional to the square the speed وال maximum velocity 300 عايز يجي بالresistance لما velocity تبقى 200 يبقى انا هقول احنا عندنا الpower وعندنا velocity انا تلك فيه 3 حاجات power velocity force انا عندي 2 من الاتنين دول اجيب الفورس على طول اقول الpower f time v الpower عندنا والv عندنا حسب نا ال f ارجع اقول اللزقة بتاعت الpower اوعى تنسى اللزقة يبدي في مسائل الpower حتقول since ان v maximum يبقى f ويبقى d r وطبعا d r اللي هي f عملت divided 9.8 اللي هي ده قال لك ان لو كانت ال velocity تغيرت بقى 200 يبقى resistance بكاب لانه قال لك resistance proportional مع v square حتقول r1 على r2 v1 square على v2 square d r1 ده وده v1 d r2 d v2 يبقى انا ناقص ال r2 وعلى فكرة في الرول ده مسموح تستخدم الممنوعات لاستخدم الكيلومتر per hour عادي واستخدم الكيلوجرام ويت اهو يبقى كيلوجرام ويت اهو عادي وكيلومتر per hour كيلومتر per hour r1 على r2 v1 على v2 square حسب ال r2 ادي مسألة دخلت ال power مع ده اي سؤال بقوله النهاردة ده موضع سؤال في امتحان اخر السنة تعال نقول واحدة تانية عربية الماس بتاعتها six tons طلع على incline the plane sign one على hundred وبعدين if the resistance 15 kg weight for each ton if the maximum velocity 72 find the engine of the horse power and the maximum velocity لو العربية نازلة طب ما دي سهلة انت عندك ادي المعلوم ادي الجيفن هو كتبته انت حتقول هو بيقول v maximum يبقى نكتب اللازق الاول since in v maximum اليمين قد الشمال يبقى ال f قد ال r plus m g sin zeta جمع حسبة ال f يبقى ال power f time v maximum احنا عندنا v maximum وعندنا ال f يبقى انا حسبة ال power بالوات اعمل divided 75 divided 9.8 9.8 هتروح مع 9.8 ده مع ده يطلع point 1 شلها مع الزين وتطلع 15 horse طب لو دي نازلة هتقول هي نازلة يبقى الفرس التحت والresistance الفوق since v maximum يبقى f plus m g sin z equal r يبقى f equal r minus m g sin z هتلاقي الفرس صغيرة مش زي ما بص دي كات 150 دي بس 30 بس حاجة منطقية لانه لما تبقى طلعة المطور صورته عالي لانه طلعة وهي نازلة المطور بقى كده صوته هادي لانه 30 الpower لا يتغير لانه maximum maximum يبقى f time v maximum هتحسب v maximum ادي سؤال تاني يا حبيبي مسألة تانية locomotive mass 60 tons sine setup 1 over 40 maximum velocity 45 if the engine power يبقى داك mass داك sine داك power وقال الresistance proportional مع square velocity find the power هتقول ينهر بيض عايز power بس مش maximum velocity بقى قال لك لو ماشي على الhorizontal بسرعة 90 uniform يبقى انا في الحالة الاولى هجيب الpower f time v maximum جبت خلاص وحنقول r1 over r2 equal v1 over v2 واستخدم الممنوعات ما تخافش جبنا r هو ماشي بيونيفورم velocity طبعا حولتها هتقول هو ماشي horizontal طالما uniform velocity يبقى f and r عند f وعند v اقدر اجيب الpower في هذه الحالة يبقى الpower f في v طبعا الpower هنا حيختلف عن الpower هنا عادي f في v وتجيب ها in horse والسؤال ثاني locomotive ماشي horizontal والresistance proportional مع square velocity قال لك and the resistance equal ده لما velocity كانت 30 calculate maximum velocity if the power engine is كذا خلاص دي مسألة جايب لك r proportional مع velocity r1 over r2 v1 over v2 اعمل خلي بالك ولا مدنا r ولا مدنا v تاني المسألة دي جميلة ياولاد ده مش مكررة هنا جايب لك r1 و v1 مدناش ولا r2 ولا v2 فانقوم انا حسجيب r2 اهو يبقى انا هنا ححول المسألة بقى بالmeter وححول دي بالنيوتن وحنقول r1 على r2 v1 على v2 square حنجيب r2 in terms of v اهو يبقى r2 اعمل cross multiplication جبت r in terms of v حنقول v maximum ده اللازقة بتاعتنا يبقى f قد r يبقى f هي نفس r اللي هي ده ده الف هتقول بقى احنا عندنا الpower f time v الpower هو مدهلك 400 75 عشان double horse عملتها time 75 time 9 9 8 الif اللي هو ده في v طب ما هنا v وهنا v يبقى v cube شطب بقى 9 point 8 مع 9 point 8 حتطلع v cube بالرقم ده يبقى v maximum 50 over 3 مسألة جميلة ان جبنا الار ان تلمزوا فيه وحلتها جميل عايزك توقف يا ابن دي مرة تانية وتحل لها مرة تانية عربية بقول لك الماس بتاعتها 72 وطلع ب sine theta وبعد كده عايز يجيب لك maximum velocity تعال هي طلع مرة ونزلة مرة دي مكررة خلاص انا كررت لك الفكرة وهي طلع هتجيب الباور بس المرة دي خلي بالك دي مش مكررة برضو الباور مش عندي فاسبتها r الو f في v r plus mg sine theta في v وهي نزلة الpower f time v حتوب f plus mg sine theta equal r يعني f r minus mg sine theta الpower قد الpower يبقى هنساوي المقدار ده بالمقدار ده شفت المسألة يا ابني مختلفة عن اللي فاتت سويهم ببعض هتجيب ال r اول ما جبت ال r اعمل substitute في اي equation منها هتجيب قيمة ال power بال وات اعمله divided 75 divided 9.8 جيب بال horse هنا قال لك لوري الماس بتاعته 3 tons شايل الماس طالع الماس بتاعته 7 tons وبعد كده طالع على incline plane 1 على 100 عايز يجيب ال power سهلة عايز يجيب ال power لو كان نازل دي مكررة بقى يا ولاد ادي اللوري اهو نازل مرة وطالع مرة هتجيب ال power في الحالة الاولى سهلة وبعدين تجيب ال power في الحالة التانية انا عدتها بسرعة عشان بس لان عايز وقت كده للمراجعات اللي انا عاملها لك الهدية اللي عاملها لك دي مسألة مكررة انا جبتلك السؤالة هون هتروح توقفها بالراحة تحلها بايدك تاني وتجيبها ينهر ابيض لا ده احنا محتاجين وقت طيب اه اه ده احنا محتاجين وقت طيب بصوا ياولاد المسألة اللي هيه كمان بسرعة كده عشان للأسف باقي وقت كده هنا جايب لك الماس وبعد كده هنجيب الباور عادي قال لك ان فيه عربية الماس بتاعتها الماس بتاعت العربية كانت نقلت يبقى نقول تاني هو مدناش الماس فالماس سمته ام هنعملها طيب 1000 يبقى 1000 ام ده الماس طيب لو عربيا فصلت الماس بتاعها 50 تونز يبقى الماس هيبقى بالشكل ده يبقى انا هجيب ومدينا الفي ماكسموم المسالة دي جميلة جدا يا ولاد بس للأسف في الوقت خلاص فانا مضطر اجيبها لك اهو ارجوك تروح تاني وقف المسالة دي حلوة لان الماس بدأ يتغير ومع ذلك الباور سابت طيب كم شؤال كده في السريع عشان نجيب لكم الهدية مدينا طيب جميل بصوا للسؤالين دول جايب الاف والاس اهو ده الاف وهنا الاس عايزين نجيب الورك اف ضد اس ونجيب الباور دي بايد تي للورك جميل وحنجيب الباور بقى حتقول لف ضد في عادي انا جيبت الباور ويبقى الورك اف ضد في لان جيبت الفي دي طريقة ودي طريقة فدي هتحلها بالطريقة دي والطريقة دي نفس الاجابة طب انا جيبت مرة الورك والباور دي بايد تي للورك طب هنا هنجيب الورك f ضد اس وحنجيب ها بالطريقة والباور d بايد تي للورك طلعت اجابة طب تعال نجيبها بالحل التاني وحنقول الپاور f ضد في ادي الف ضد في احسب الاجابة ينهى ربيض الاجابة مختلفة دي نفس الاجابة دي اللي غلط ليه عشان الف يبقى انا بقولي الباور الف ضد في لما تبقى الف كونستانت خلي بالك واحدة تانية الماس بفور وبدأ فروم ريست ودك الورك عايز يجيب الطايم اللي عنده الفايف ساكنز دي انت هتقوله تي مينس تي نوت الورك عندك 2T احسب هتجيب التي ده الطايم اللي الفلوسيتي كان بفايف طيب تي مينس تي نوت اكوال الورك هنجيب الطايم اللي عنده الفلوسيتي كان 7 مسائل دي والله جميلة بس للأسف اخر سؤال يا ولاد جايب لك الماس وجايب الفلوسيتي وجايب ده مش مكسيمان فلوسيتي بس مدك الباور نقول تاني انا عندي في بسكس سري حولتها الباور بسيفنتي فايف بعد كده ده الفي نوت انا عندي الفي متغيرة يبقى مدك الباور الباور ده مش هنا الباور في الاخر فانت هتقول الورك بتسوي انتجريشن الباور هنعمل انتجريشن للباور وبعدين اللو تي مينس تي نوت اكوال الورك هنطلع الطايم للأسف الحاجات دي كويسة تعالوا كده انتهى المنهج بحمد الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا هنبتدي يا ولاد في خلال خمس دقايق اعتقد جميل خمس دقايق يا ولاد هدية اللي انا بعملها لكم في نهاية كل منهج في الخمس دقايق دول سلايدز منهج الديناميكس بالكامل ده من الحاجات اللي انا ببقى حريص عليها يا ابني علشان يبقى لمتلك المنهج كله في سلايدز يلا كده بينا يلا يا حبيبي الديناميكس كله يا حبيبي ده المنهج بتاع الديناميكس شابتر 1 شابتر 2 شابتر 3 chapter 4 ده منهج بتاعنا يلا نمسك بقى واحد واحدة اول سلايد ده القوانين احنا عندنا chapter 1 ده قوانين امشي بقى معايا واحدة واحدة كل ده احنا ما زلنا في chapter 1 ده revision خلي بالكم ده revision ده كاته revision خدناها ودي revision بدأنا في chapter 1 قوانين chapter 1 واللي هو القوانين التلاتة دول والacceleration القوانين بتاعتها chapter 1 اتكلمنا لو الـ S بزيرو لو الـ V بزيرو لو الـ A بزيرو معناها ايه انا اسف مش هعرف اشرح عشان الوقت وطبعا لو تلاقوا هنا عايزين الموشن accelerated يبقى V time A بزيرو الموشن accelerated V time A طبعا positive وهنا negative طيب هنا قولنا لما يجي لك graph كلمة السر تجيب الـ V وتجيب الـ A لازم تقوله V is وA is لو graph بتاعت distance لو graph بتاعت velocity لو تفتكروا الكلام ده انا مش هشرح معلش عشان الوقت طيب قولنا في اي graph اسأل عن الـ V واسأل عن الـ A ودي المعلومات المهمة جدا في اي graph كل ده ما زلنا في chapter 1 يا ولاد الـ acceleration لها two rules الـ velocity لو عندنا وعايزين تجيب الـ distance حق الـ displacement حاجة ولو عايز الـ acceleration يبقى انا هعمل derivative وهنا الموشن accelerated بنجيب الـ V time A positive لو decelerated طيب لو عند الـ S عايزة جيب الـ V اعمل derivative عايزة جيب الـ A اعمل derivative لو عند الـ A اعمل integration تجيب الـ V اعمل integration تجيب الـ S برضو يا حبيبي في معلومة مهمة لو عايزة تجيب DT من 0T DV من V نطل V لو عندك الـ V بقى وعايزة جيب الـ displacement تعمل integration طيب لو عايزة distance لازم تعمل absolute وأبسليوت انت عارف بتصرف فيها ازاي عشان تقسمها من 0 ل3 ومن 3 ل4 الـ integration في الـ velocity والـ acceleration ده تجيب الـ distance أو displacement ودي الـ acceleration تجيب الـ velocity هناك فرق طبعا هنا بقول له الـ A ده استخدم القوانين ده لو الـ A constant استخدم دي لو الـ A مش constant يبقى ما ينفعش استخدم القوانين دي أو معمل integration دي إثبات القوانين الثلاثة المومنتم ده دخلنا في chapter 2 بقى المومنتم ده قوانين المومنتم ونيوتن first low والproportional second low دي القوانين بتاعتها وبعد كده نيوتن second low دي الأشكال الموشن horizontal vertical inclined ودي الممنوعات خلي بالك منها طيب هنا لو force variable بنعمل ايه عشان نيستخدم نيوتن second low انا جيب لك التلات حالات اهو انا جيب لك القوانين المنهج كله يبقى نفس ده اللي هي نفس السلايد اللي فاتت تعال بقى لو الموشن على inclined plane لو smooth plane يبقى f-mg equal ma f-mu n-mg dه spring balance وقلنا السيناريو طالع يبقى n-mg equal ma لو نازل العكس وقلنا لو كان الappearance weight اكبر من real weight معناها ايه ولو اصغر معناها ايه وقلنا ان لو الappearance weight اكبر من real weight معناها حكتين عكس بعض او دي حكتين عكس بعض افتكيرها وقف عندها كده وقرها بالراحة تفهمها ده simple police استنتاج القوانين التلاتة وقلنا لو عايز تستنتجها كقانون عام اهو ده مسائل simple police لو الحبل اتقطع يبقى لو مفيش force مفيش resistance معناها ايه لو vertical motion ولو horizontal motion معناها ايه ده الكلام اللي احنا قلناه وقلنا pressure على ال skill pan غير ال pressure على ال pulley دي القوانين كلها بتاعت ال pulley انا جمعتها لك هنا ده chapter 2 chapter 3 اتكلمنا على ال impulse لها 3 قوانين ال collision لها قانونين ده chapter 3 فقط صفحة واحدة impulse 3 قوانين قانونين قلنا ال work ده قوانين ال work كل ما يتعلق بال work ده chapter 4 وقلنا دي برضو حاجات في ال work ال work by the weight امتى يبقى بزيرو لو كان perpendicular امتى ال work by the weight مش بزيرو لو ما كانش perpendicular وقلنا الكلام ده بالتفصيل الحلقة اللي فاتت على طول خدنا النهاردة لكينتك energy القوانين بتاعتها ايه وده ال potential energy وقلنا فرق بين lost و change وبعد كده ال power قلنا ديه تلت قوانين يا دي by dtfs يا اما ال power f time v يا اما ال work و integration ال power لو ماشي ب maximum velocity يبقى ال power ثابت دي الصفحة اللي انا لمتلك فيها chapter 4 كله طيب تعالوا وده اللي انا قلتلك عليها امتى بستخدم ال power f dot v وامتى غلط لو قلت f dot v f dot v لو كان ال power لو كان ال f constant يبقى صح غلط لو كان ال f variable يبقى مضطر اجيب ال work واقول ال power derivative ال work وبقى كم ديه كده تعالوا بقى لل rules بتاعة ال dynamics كلها يا ولادي يعني ملخص لك ال dynamics في الصفحة دي والصفحة اللي جاية وده اخرنا المومنتم second rule spring balance impulse والcollision ال work power ال energy ده منهج ال dynamics كله معادة ال police اللي هجيبها لك والصفحة الجاية المومنتم قوانينها هو m time v delta v m اللي هو integration a d t ده ده هنا second rule motion minus anti motion equal m e f minus r equal m e أو f equal d by d t m v ده newton second rule spring balance لو طلع n minus m g equal m e لو نزل m g minus n equal m e ال impulse m v d t m v dash m v m v change in momentum أو integration f d t طب 30 ثانية بس ده قوانين الكلجن يا أولاد ده work f dot s وده قوانين ال work اللي هو integration power دي كل قوانين ال work ال power دي القوانين بتاعتها ال energy ده ال kinetic ده potential وده القوانين الصفحة ده هي منهج ال dynamics آخر حاجة بقى يا حبيبي simple policy ده القوانين بتاعتها أنا استخدمت الاي بالقانون motion minus anti motion equal m e ده قوانين simple policy تعالوا لليونتس اللي في المنهج قوانين المومنتم ده اليونتس بتاعت المومنتم اليونتس بتاعت الفورس وازاي نعمل اللي هو نحول transfer من حاجة لحاجة دي جميع القوانين الصفحة دي والصفحة اللي جاية اللي فاتت دي كلها القوانين ده منهج ال dynamics كله بكده يا حبيبي الحمد لله خلصنا منهج ال dynamics كله والهدية اللي أنا جبتها لكم واعذروني ان أنا ما كانش فيه وقت عشان اشرح لكم القوانين انت بقت وقفة وتعود مع نفسك كده يا حبيبي تقرى القوانين على بعضها دي هدية الحمد لله هذا ما يعني ربنا ان شاء الله تكون استفدت كويس المنهج كده منهج الماس كله خلصناه والحمد لله كده هنبتدي من الحلقات اللي جاية بإذن الله مراجعات كاملة طبعا هنبتدي رمضان الحلقات اللي جاية ان شاء الله الموعيد هتبقى متغيرة القناة حيبلغوكو امتى القوانين امتى الموعيد المراجعات بحيث يبقى الدنيا ان شاء الله تتلم ويا ابني خليك فاكر ان الله لا يضيع اجرى من احسن عمله احسن العمل اضغط على نفسك مع انك تبع حريص ان اهلك يدعو لك وان شاء الله يبقى توفيق ربنا معاك طالما انك بتشتغل بادعوات اهلك معاك مجهودك وان شاء الله ربنا مش هضيع تعبك هشوفكو الحلقة الجاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته